استفاقت بلدة العين بعلباك على دوي انفجار عبوة ناسفة في حافلة لنقل الركاب استهدف نائب رئيس البلدية خالد حوري الذي قضى على الفور فيما أصيب ابن عمه محمود بجروح بالغة ونقل إلى مستشفى دار الحكمة في بعلباك لمعالجته خالد شهيد لبنان وشهيد العين ونحن إذا فتحنا سجل خالد مرتين وثالث ورابعة من لقي خالد الإنسان المعطاء الراقي المهزب الحنون الرجال الشهم العصامي هو فوق المال خالد علي حوري فوق المال ما عنا أي خلاب شخصي محدا وبالنسبة للشهيد الله يرحمه كل العالم معروف شو هو إذا هذا جزئنا لخطنا المقاوم نحن مقاومة أبا عجد من ألبنا تطلع مقاومة وفرض الجيش طوقا أمنيا حول مكان التفجير الواقعي في العين قرب بلدة اللبوي في البقاع الشمالي وبشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث ورفع الصليب الأحمر الأشلاء فيما كانت الشائعات تتنقل عن خلافات شخصية على خلفية أسباب مادية وهو ما نفاه أبناء البلدة هذا مش صحيح هذا الحاقي كله حاقي من برا ما تطلع من عندنا شيء لا ما في تهديثات ولا شيء هذا العمل مفتعل مجاه التاني معروف عن رفيق خالد إنه رفيق بتعطى بالشأن العام وبالقدمة العامة وهو رفيق مناضل وصالب وما بيتهون بأي قضية ونمعروف إنه ما عنده أي خلافات إلى طابعة شخصية وكل ما يصار من الشاعات هو عار عن الصحة أفادت قوى الأمن الداخلي لاحقاً بأن قنبلة يدوياً فجرت في الحافلة أدت إلى مقتل خالد حوري الذي كان إلى جانب الحافلة لجهة السائق فيما كان رأسه ويداه في داخل السيارة وذلك وفقاً لتقرير الخبير العسكري كما صدر عن محافظة البقاع في الحزب الشيوعي بيان طالبت فيه بالإسرع في التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة حرصاً على الأمن والاستقرار وشددت على إخلاص حوري وتفانيه في العمل الاجتماعي والسياسي والنضالي رواند أبو خزام قناة الجديد